ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من بغداد المحلل السياسي عبد الحليم الرهيمي سيد عبد الحليم أهلا بك إلى نشرتنا لهذا اليوم دعني أبدأ من الخبر الأخير يعني رئيس إقليم كردستان سيد مسعود بارزاني يعتقد بأن الأسباب التي أدت لظهور تنظيم داعش في العراق لم تتم معالجتها كيف تعلق؟ نعم تحياتي لك ولمشاهدي الحرة الكرام طبعا بإمكان يقول الآن هم اتخذ موقف سلبي من الدولة والحكومة حتى يبرر الدعوة للاستفتاء وربما للاستقلال أو انفصال سميه ما تشاء الحقيقة ما يقول يعبر عن نصف الحقيقة نعم هناك الجهات التي كانت موجودة في هذه المناطق خاصة الموصل ومناطق سميها الساخنة كان هناك إهمال من قبل السلطة السابقة الحكومة السابقة وكان هناك حتى بعض التصرفات الموذية وبالتالي أدت إلى تسهيل دخول داعش إضافة إلى خيانة بعض القيادات العسكرية التي سلمت البلاد أو سلمت هذه المناطق إلى داعش ولكن الحقيقة هو غير منصف عندما يقول نفس الظروف لا زالت قائمة لأننا نعرف أبناء الموصل وأبناء المناطق التي احتلتها داعش غيرت كثيرا من آراءه وكلنا شهدنا التأييد العارم والهلاهل والفرح هذا كله ليس مصطنع وإنما وكالات الأنباء العالمية والحيادية تنقل هذه الحالة وبالتالي إذا كان عدم رضا الشعب في المرحلة الماضية قد سهل لدول داعش فأنا أعتقد إذا في هذه المرحلة لم يتحقق ذلك أما إذا كان يقصد سيد برزاني إلى الآن لم يتم إصلاح الوضع خاصة بالنسبة للمناطق التي حررت وإعادت ببناء التحديد فهي تحتاج إلى وقت وهي لم تكن أساسا هي السبب لدخول داعش إلى هذه المناطق نعم أستاذ عبد الحليم الرهيمي بخصوص جولة رئيس مجلس الوزراء على السعودية وإيران والكويت يعني ما الذي يعطي هذه الجولة استثنائية برأيك ويخرجها من جانب الجولات العادية التي عادة ما يقوم بها مسؤول بلدان يعني الأطراف الإقليمية لبعضها البعض نعم إذا أردنا أن نجزي الكل صحيح أن هناك جولة ثلاثية يعني إلى السعودية وإيران والكويت فالعلاقات جيدة للعراق منذ 2003 إلى الآن مع الكويت ومع إيرانية جيدة وزيارات متبادلة لكن الجديد بالموضوع هو علاقة العراق بالمملكة العربية السعودية وحتى هذه قد زار السيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم زار السعودية منذ سنتين تقريبا وثم السيد سليم الجبوري ووزير خارجية العراق أيضا ولكن الرئيس وزراء الذي وجهت له الدعو مرات عديدة ولم يذهب إلا أن تستكمل شروط أو تستكمل مقومات أن تنجح هذه الزيارة طبعا السيد الأبادي منذ حوالي العام أعطى تعليمات للخارجية لتطوير هذه العلاقات وقام وزير الخارجية بلقاءات مهد الأجواء لفتح السفارة وعندما عينوا سفير ليس ملائما قدمت الحكومة العراقية طلب بتبديله من أجل أن يستمر تحسين العلاقات وكانت الخطوة المهمة هي مجيء عادل جبير وزير الخارجية إلى بغداد والتقى بالمسؤولين ثم تبعه أيضا وزير النفط وبالتالي كان ذلك مؤشر على تحسين العلاقات ذهاب السيد الأبادي هو تتويج لهذا المسار المتطور من العلاقات مع السعودية يعني حقيقة لنكن نسمي الأمور بمسميتها يعني أن يذهب وزير رئيس الجمهورية وكردي وسنية يذهب وزير ورئيس البرلمان أيضا سني الآن هو المشاكل الحقيقة الصراع الطائفي بالمنطقة المطروحة عندما يذهب وزير رئيس وزراء ورئيس سلطة التنفيذية وهو عراقي أولا هو شيعي ينتمي إلى مذهب الشيعي إلى السعودية بهذا الترحيب هو مرحب بالسعودية والسعودية ترحب به هذا الحقيقة يكسر حاجز حاجز التوتر الطائفي ما بين العراق والمنطقة نعم استاذ عبد الحليم هناك من يرى بأن هذه الزيارة للسعودية تحديدا يعني جاءت في مواصفات لحظة راهنة تمر بها المنطقة في ضوء الخلاف الخليجي الخليجي تحديدا مع قطر وبالتالي عندما تنتهي هذه المواصفات لهذه اللحظة ربما كما يرى هؤلاء يعود البرود للعلاقات السعودية العراقية كيف ترد بهذا الخصوص أنا لا أعتقد ذلك لأن هناك نتائج أولية أعلن عنها بالبيان المشترك مع معاهل السعودي وأيضا مع ولي ولي العهد الذي أصبح اليوم ولي العهد فبالتالي البيانات التي صدرت كانت مطمئة جدا وتعبر عن روح رغبة حقيقية بالتعاون ربما نعم كان توقيتها ذهاب سيد العبادي في هذه المرحلة يعني لم يعلن عن وساطة ربما لو يعلن وساطة ولا تتحقق كما لم تتحقق كما الكويت توسط الكويت ما بين السعودية وحلفائها وقطر ربما عندها سجل فشل لسجل نقطة على العراق ولذلك الحقيقة وذهب من أجل أيضا أن يستطلع الأمر حتى تتخذ الحكومة العراقية موقف من هذا الصراع الذي قد يمتج وله تداعيات ربما سلبية لذلك جدت بهذا المجال نعم لا شك في ذلك نعم سيد عبد الحليمي وباختصار جدا قال إنه حين يزول الكويت سيدعو إلى غلق ملفات الحرب العراقية الإيرانية هل حصل هذا باختصار لو سمعت نعم هو بتقصد أي إيران تحدث بإيران أن أغلاق ملف الحرب العراقية الإيرانية لا لا فيما يخص الكويت أيضا الكويت نعم فيه قضية ما يتعلق بالحرب عندك مستزمات الحرب التي يدفع العراق كمس مليارات سنويا فالعراق دائما يطالب هل الآن أجلت ربما يطلب الآن بسبب ظروف الاقتصادية وأعتقد سيطلب السيد العباد من حكومة الكويتية إعفائه من هذا المبلغ لأنه لا يستطيع دفعه ثم أنه أيضا هناك قضية خور عبد الله السيد العباد يعتقد أن هناك فقط الراقم 161 هو علي خلاف وما تبقى هو قرار دولي مهما تكون مزايدات بالداخل ضد الكويت هذا قرار دولي لا يمكن تغييره إلا بقرار دولي موادد من بغداد المحلل السياسي عبد الحليم الرهيمي شكرا جزيلا لك شكرا لك جزيلا شكرا لك